قالي دكتور غازي عن مسألة ضرب مصانع الطائرات المسيرة في إيران في داخل إيران تحدث بشكل واضح بودولياك طبعا وهو أحد كبار مستشارية الرئاسة الأوكرانية بعد معلومات عن رسال 1700 طائرة مسيرة إيرانية إلى داخل روسيا وتبين أن هناك خزينة من هذه الطائرات الآن لدى روسيا ممكن أن تستخدمها في أي لحظة ما نحن نتحدث الآن الطلب واضح جدا أضربوا منبع الطائرات المسيرة أي اضربوا إيران وتوقفوا عن العقوبات هل تعتقد أن الطلب منطقي وهل تعتقد أنه قابل للتطبيق فعلا؟ يعني هي ليست منطقي أو غير منطقي يعني أوكرانيا في حالة حرب في حالة دفاع عن نفسها روسيا شنت عمليات عسكرية مدمرة لهذا البلد وتهدد ليس أوكرانيا لكن تهدد الأمن الأوروبي والأمن العالمي إذا ما استمرت بنفس الاستراتيجية العسكرية نحو أوكرانيا وأوروبا هذا الجانب الجانب الثاني يعني ذهاب إيران لتقديم وأسلحة هدية بيع صواريخ طائرات مسيرة إلى روسيا لقصف أوكرانيا هذا يعني إعلان إيران للحرب على أوكرانيا وإعلان إيران للحرب على أوكرانيا يتناقض تماما مع الدستور الإيراني اللي تأسس في 1979 واللي أشار بوضوح إلى مبدأ أساسي جوهري علن الإمام خميني لا شرقية ولا غربية لا اتحاد سوفيتي ولا ولايات متحدة أمريكية لكن اليوم القيادة الإيرانية تخرق هذا المبدأ الدستوري الموجود في باب السياسة الخارجية الإيرانية وأنا أعتقد هذا انتهاك خطير لموقف مبدأ أساسي لإيران يعني اتخذتها اللي هو عدم الانحياز عدم الانحياز اليوم إيران تنحاز إلى روسيا ضد أوكرانيا في حالة حرب وليس في حالة مواقف سياسية وهذه الحرب تقتل بشر وتدمر بنية تحتية تدمر العاصمة إذن هذه المشاركة هذا الظلوع في الحرب الأوكرانية من قبل إيران سيرتب بالتأكيد التزامات ويرتب ربما عقوبات صارمة من مجلس الأمن الدولي يعني تجاه إيران النقطة الأخرى تذكر أستاذ أحفد أيضا مبدأ آخر مهم للثورة الإسلامية الإيرانية لا شرقية ولا غربية هذا قلنا عليه لكن الشيطان الأصغر والشيطان الأكبر زين الشيطان الأكبر افتهمناه الولايات المتحدة الأمريكية ما زال العدل الأساسي لإيران لجمهورية إيران الإسلامية وللحرس الثوري وتشكل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما هدف مستمر للحرب زين الشيطان الأصغر تدريجيا يعني بعد خصوصا 2016 تحول إلى حليف استراتيجي يعني في المنشآت النووية في التسليح في الآن طريق مخطط من إيران إلى روسيا روسيا زين يعني كيف تحول الشيطان الأصغر العدو اللي وضع حدود الإمام خميني اليوم إلى حليف استراتيجي نقطة أخرى جدا مهمة يعني هذه القيادة تنتهك الدستور الإيراني نفسه بمعنى تنتهك السياسات والمبادئ المرسومة في الدستور إيران تنتهك مبدأ آخر جدا مهم يتعلق بعدم فسح المجال للاستثمارات الأجنبية للاستثمار في داخل إيران لأن تعتبر هذا شكل من أشكال الاستعمار أو انتهاك السيادة والاستقلال اليوم إيران عبر اتفاقية التحالف الاستراتيجي مع الصين باعت الثروات والموارد الإيرانية من الآن وحتى 25 عام ب400 مليار دولار والله هو مبلغ تافه قياسا للثروات الإيرانية الغاز والنفط والمعادن وغيرها من التحاصيل المعروفة إذن هناك مع الأسف انتهاكات للدستور وهذه الانتهاكات في النهاية ما يخصنا اليوم بأوكرانيا الشكل أيضا غلوع في حرب دموية عبثية لا طائلة منها شكل انتهاك خطير للمادة اثنين فقرة أربعة من ميثاق الأمم المتحدة التي تحضر الذهاب إلى الحرب وتطلب من الدول في حالة وجود نزاع الذهاب إلى الجهود الدبلوماسية المفاوضات لإيجاد حلول لهذا النزاع وممكن الذهاب إلى معكمة العدل الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر